جديد في زون ميكست والتحق بين ذيفنا قبل ما نقدموه نخليه زميلنا وصديقنا محمد السعيدي من متربس معنا من معات الصحافة أعد بورتري صغير لذيفنا اليوم اللي أكيد كان دخلتوا للباجم تيانا فيسبوك أكيد عرفتوا شكون بورتري وبعد رجعي بورتري ذيفنا اليوم في زون ميكست كانت ليه صولات وجولاته لكن مش فوق المستطيل الأخضر بل وراء عدسات الشاشة الصغيرة من صحفي في قناة حنبعل إلى مقدم برامج في قناة نسمة وينعرف الإشعاء متعوه شيء ليخليه فيما بعد يشد الرحال للدوحة وينضم لقناة الجزيرة الرياضية أو بين سبورتس حاليا بديع بنجمع صحفي رياضي تونس يشاءت الأقدار إنه يرجع لتونس بعد التجارب المتميزة اللي عاشها في زون ميكست اليوم باش ننبشو شوية في ذكرياته ومسيرته ونحكيه على مستقبله الإعلامي في تونس شكراً لكم على حسن اهتمام المتابعة في أمان الله بديع بنجمع صحيح وينك حولي؟ عسليم أسليم غيب أخويا ساعة فرحان برشا اللي متواجد في أكس بريس الفي مباح ذاك أنتي ونشكر محمد برشا على البورتري شنو لايك فيه؟ لايك يعطيه الصحة هو أول عمل ليه معاني لحد الآن تبارك العالي لا لا أنا هو استقبلني كيوصلت وظاهر مغروم بصحافة الرياضية لجنب تكوينه الأكاديمي نتصور بش كون عنده مستقبل إن شاء الله كبير إن شاء الله شنين الأمور أخي؟ والله الحمد لله أنا كي محل البلاد كيو يقول تونسي تونسي مبدئيا تونسي تونسي هاي تونسي مش ها 100% ما تونسي خاطر العائلة مزلت مستقرة في قطر أنا معنا نمشي ونجي مهم والفترة هذية تناش تقول أكثر من 50% تونسي تقريبا بديت تتأقلم شوية مع الأجواء في تونس أنا متأقلم بو تبدل تحيح البلاد وانتي ميخفيكش انتي تعرف السلام وعايش لهني أكثر مني أنا نجي يضيف ساعة ساعة في العشر سنين الإخرانين أما المشهد نحكيه على العلامة ومشهد العلامي يتغير في عشر سنين تعرف برشة حاجات طرقة جديدة حرية تعبير زايدة على اللزوم موجودة معاتش فهم اهتمام كبير بالرياضة وهذي المهنة اللي إحنا معناه القطاع العلامي الرياضي اللي إحنا ننتمي ولو مالو رزمون في العشر سنين الإخرانين معناه ما حققش تقدم بالعكس تقهقر في برشة حاجات تعرف اللي قبل آآ الفين وحداش كانت البرامجة الرياضية عندها حضوة أكبر من خلال وسائل العليل كسوة حنا باع الوقتها ولا الوطنية ولا آآ نسمة بعد وانا وانا خدمت فيها كتجربة آآ نعتبرها ثارية ومتميزة في في مسيرتي في الفترة الأخيرة نشوف معناه حتى البرامجة الرياضية مش مش برشة لحد الرياضي يبدأ مخر بعد ما تبدأ السيزون آآ القنوات الخاصة باستثناء قناة ولا زوز يعني بقيت القنوات مفميش رياضة على العشر خلط طول في الصحان بش نحكيو عليه هدا كل بعد شوية لكن اه تعرف اراش الحسن تانا كل اه نهاد سبت نجيبو ذيف نحكيو على كل كواليس ما سيرتو سواء علامي سواء رياضي سواء ناعبو الا حتى متبعك عامل برشة برشة برشن شوية شوية برشة بش عملنا البرش اليوم ولا لسة؟ لا ما نتصورش وما نتصورش لا ما نش برشن شاء الله بوزيتيف على كل فامة برزن نيجاتيف وفامة بوزيتيف. نتمنى نكون برزن نيجاتيف. فام باش يقول لك انت متعبيره. زيانو انو تقلقش منها الكلمة. البرزن والبرزن انو يحكيوا عليك. بالضبط بالضبط. ان شاء الله ايجابيا مستلبيا. ان شاء الله. ان شاء الله. خانه احكي ونرجعك شوية التالي. كيفاش تخلت العلم الرياضي بديعا. والله باش نقول لك صدفة مش صدفة. لانو انا وقت اللي نقرأ في المعهد الثانوي. كنت نكتب في صحافة المكتوبة من خلال وتحت لي الفرصة من خلال علاقات الوالد وقتها والوالد كان كتب. وعندو تجارب حتى التلفزيونية من خلال آآ سيناريوية تكتبها وقتها الابوك. عندو تجربة بركة يدهوري مع القناة الوطنية. علوش العيد من عشك انت تذكروا تالي فيلم وقتها كتبوا مع رشيد بالغيث. نتفكر بالفيلم كل عيد يجيبوها. وقت الوالد والوالد سيناريست كان في العملها. ذاك هو عمل تجارب عديدة وقتها مع الارت. تعطفون صغيلة ذاك. تعطفون صغيلة ذاك. تعطفون ص محمد ممدوح. ما يرحمه يناعمه. كان العمل الوحيد دايور لي يحكي ويشخص عيد الأضحى المبارك في 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 عمل فني. معناها وقتها كان الوقت نتذكر حتى الهدف منه كان هدف نبيل انه بش يتظالة بالضبط. معناها اللي هو يكون مناسبة بش لعبية تتشارك وتعاون الناس لي ما في حال هاش بش تاخذ وتتفرح صغارها في في عيد الكبير. وين كنت تكتب؟ كنت نكتب في في جريدة العرب اللندنية مش في الجريدة اليومية كان عندهم ملحق. آآ رياضي يصدر كنهار ثلاثة اسمه العرب الرياضي. آآ رياضي. آآ نتفكر. آآ كنت نكتب فيه كانت المقر ملاحق. كنت صغير نشي لي كل جمع ما ذاتيش. آآ انا كنت بخمسة مياه اذا. آآ انا كنت نقرأ. والوالد وقتها مكتعرف واحد كيبدا مغروم بسبور. آآ انا قبل كنت نسمع ارا فيه بالراديو وقت نذكر عادل السليمي في في نانت وواحد وقتها كان لما زينا ما عمنيهاش عمنيها يظهر لي في العامين الاخرانين. هي لأ بدي تقبلها محنا في الدار و وقتها ما عمنيش ديكو دور عمنيهم بعد كان في دار خالتي نمشي ساعة نتفرج. دونك آآ جنال المون نسمع بالراديو. معنى ارا فيه جنال المون يعمنوا الملتي بليكس نهارة آآ سبت عشية. كانوا الماتش تقريبا سبعة ماتشوية ولا ثمانية تلعبوا نهارة سبت في الليل. طب عادل السليمي في نانت. آآ انتراتر من بين الملعبية وقتها عادل مهدي بن سليمين زادة وقتها في في مرسي وكانوا عنا زادة دي جوور لأصولهم وجودورهم آآ تونسية لكن ما كانوش ولو انهم ملعبوش في المنتخبات. نتصورك حتى تابعة زرية والمغاربة كيف كي يجد. كل 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 كنت عام الكراسة ثمانية واربعين وكل كراسة واحدة متاع الشامبيونة لوكال وواحدة متاع الشامبيونة دي فرانس وبعد شوية الكالش ومك تعرف نتعبوا احنا الريون ونوفانتيزي مومينيوت ووقت من. فمس احافظاني ما عندوش كل كراسة ذيك. الكراسة هذيك وكان عندي مسجلة فيها ميكرو كيما هذا وتسجل على الكاسات كاسات بتاع بكريمانيا اللي فيها زوز دور في الواسط الك سيت القديمة برشة تاو ما يعرفوهش غلطو كيت ولدي فما كان سيدايات والدي فيدي ومبعض اختافيه وزيد هوم. دونك الغرام كان من الصغرى الوالد كي شايف لي نكتب هكا وواحد قال لي وقتا مشيت معه مرة عند رئيس تحرير وقتا. والله نسيت نسيت اسمه ويظر لي توفى زيد رحم عليه بالمناسبة. نمشي مع الوالد وهو علي قط الوالد كانت بالكنتابلي متاع الجريدة. يقالوا ولدي مغروم قالوا قلوا يبعثلنا بريد القراء. بدات بريد القراء من لو. مبعد ولا كل جمعة يكلم يقل يا يوين اكتب لي حاجة معنا كسوع اسبر في تولس. تكتب اخبار ولا مقالة رأيي. مقالة رأي ايه بتتصورتي واحد عمر ستا سنين. باون بالمخ واحد عمر ستا شنا سنين ديجا ومونسيونيه حتى العمر يحطوه تحت المقال ولا الرؤية اللي انا نراها ونلخصها من خلال كتاباتي. بديت تجربة قعد اتواصلت حتيكش الفاكولتين. بعد شاءت الظروف اني تعرفت على برشة عباد في المجال هذي. شجعوني منهم بلال العلويني. تحييني. اللي نحييه برشة زادة كيف كيف كان من الناس. اللي قالوا لي هيا معنا شايف كتاباتي ووقتهم. كيفية انت سعيد بش تعرف على شكون مالدومين. بسعيد صدفة والله صدفة صدفة. مشيت مرتين ثلاثة وقته مقتعرف. اه جمهور في التلفزة. بهذاك عملت علاقات. مشيت وقته مع اصحاب لي مرة. المرة هذيك اتعرفت فيها على بيليل. من بيليل تعرفت على الناس اخرين. وانا كنت في في الحي السكن اللي نسكن فيه في حي الغازلة. اصحابي شيكر الكنزالي. وواليد قرفالي. كانو مزال وكي بدانو في حنبع. يا اخي وقته انا بديت ملول مع بيليل في دبي سبور من خلال مراسلات وكل. ملول ديت. وقته الميدالية الذهبية متاع الملولي الفين وثمانية. انا عملت التقطة اللي في تونس الكل ومشيت الدار الجمودي. بداية بالكبير. اهي مشيت الدار الجمودي. عملت بورتري كروازي. جمودي ملولي وقته بين الجمودي الوحيد لاخدام ميدالية الذهبية. والملولي اللي تخل معاه في السجل الذهبي لأولمبياد كاتونسي. عملت بورتري وكان يظهر اول عمل وقته تلفزي. نعملو اول اول روبرتاج اه نخدمه ازيد. اما كان قبل وسبقوه روبرتاجات اخرين. شاركت فيهم بيليل في الخدمة ملولي. مبعد قلت لك اترافير شيكر ووليد. قالوا العيش مدخلش الحنة بعدها وعندك بوتانسيال واحد. ملولي نمشيت غرامه بليش خدمت. معنى ملولي. معنى هذي زدت. حنة بعد في تومبوكها وقتها. اي نوجه حتى مساج للناس المغرومة. مساج كي تبدأ تخدم بليش. كلنا بدينا نخدمه بليش راي. وبالعكس ندفعه في المكتوب. لما معنى هذي زكرة رهبت الويلدة وقتها ونمشي بها حتى لتورناج وكلنو صبين اي صنص بمكتوبي. لكن الغرام. مبعد صدفة تن جاني تليفون صباح بعد عام تجربة في حنة بعد. حنة بعد شنوه يا خانكي نقضي في حنة بعد. بالمكشوف وقتها وكل صباح صباح. اي شكون يقدموا وقت يظهر لي. والله نسيت. يظهر لي. العملو ليني. عادل بولي الباردو فاليجي. يظهر لي عادل. يظهر لي عادل. يظهر لي عادل. اما ختم ما وقتها مونير مسلم هو الفي زا فينا وقتها رئيس تحرير و رئيس قسم الرياضة. دونك كيفاكتنا معنى هكي بيش تخدم إنتي لسوعة سبور. إسانسيالما بش يخرج من البروديو متاع سوعة سبور. دي فتير بالمكشوف. فمش دي فتير سبيسيال بالمكشوف. جنرالما معنى. دي ما يخدم لإمissions سو سبور. آآ على ظوء النتائج والإحداث اللي صارت. يعملوا عليهم ياما تقارير واحد اخرين. وإلا منهم هم انتي لقل منهم هم يكون فما حيوة. كنت تخدم وقتها واخو فرستك و. اي وخدمت رالي تونس وقتها وطلعت حتى في حنابال عندي. كنت نعمل مراسلة يومية في رالي تونس آآ الفين وثمانية. كان وقتها اول رالي لأول مرة يعمل تونس ليبيا. تخل حتى الجنوب الليبي. وعملنا التغطية متميزة. ومن الحاجات اللي زادة التغطية الاخرى اللي عملتهم مشيت الميامي وقتها في التروفي دي شمبيون بتاع الهونتبول. وقتها كان فيه رباعي تونس يمشي. كامل العلويني نفكر. كامل العلويني يا حسين. ويسام حميم وهي كل مقنم. وهي كل مقنم. وماروين تاج كان رباعي مونبوليو وايستر وقتها. آآ عيسام تاج. آآ قلت ماروين. آآ آآ ماروين خوف فوتبول. هي عيسام تاج. دونك عيسام وهيكل وهيكل. معنى حاس ما فيم ما كانش في مخلك ملو تدخل لعالم الصحافة. مش بالطريقة. حلم هو بش تقول لك حلم. عليه ما عملت الصحافة مثلا. والله هي مكت. الويلد والويلد. بالحق ما خليب. امي تحبني نطلع طبيب اللي أنا صغير. دونك وقت اللي وقت التوجيه. كي أنا سكوري ما خلطنيش للطب. يخويا قاتلي لقات وقتها فما إيكل سوبرير حالة وقتها عندها عامين. هي متاع التكنولوجيا الطبية. مهم. قاتلي يخويا نحب ما نرضاش عليه كان ما تعملش هذي. دونك فينا الموالي تبشيت عملت هذيكا ما رضعتن الاكثرية للويلد والويلدة معنى. آآ بي. بعد مشيت ق آآ جاني تليفون بعد حنابع القتلك عام. جاني تليفون من عند آآآ لبنى الظاهري اللي كانت وقتها تخدم في مكتب نبيل القروي في قناة نسمة. اللي أنا ما نعرف هيش وقتها قبل ما تطلبني. قالوا عسلامة فولين معنا. اي راو خلينا نمروك. وقالونا اللي انتي مهتم بإنك تكون معلق ومقدم برامج رياضية معنا. وانا الحقيقة ما قدمتش آآ معنى مطلب. مفي بليش أصلا لبنسمة. تفوصت على المعلومة اللي انتي مهتم بس كون معنا. ما نعرش. السي ت أنا بعد صحفية يظهري كان تخدم وقتها في في قسم البرامج الاجتماعية. وكان يظهر لي كدرير هو وليد ثابري كان آآ كان منيش آآ غالط. اي. وقت اللي يحكيه وهكا ونا نتابع هم يحضروا. قالوا نهم تعرفوشي واحد مغروم بسبور انتير. شكلا مقبول و ونجم يعلق على المقابل. اي. يا اخي برامو راشحون يزوز معنا عطاولي سي تلك. ممكن عمري معلقت ذا هذي وقت. عمري معلقت. اما لاكي مشيت ما قلتش عمري معلقت. قلت مغروم بالتعلي في النهاية جيك فرصة. يزمك في في اللحظة هذيك تكون حاضر. اما لا ما تخلتش معنا عملتي استقبل معنا الاعتقل الحق. قلت قابلتني بالقروة اللي كان معناها استقبلني استقبل معناها محترم جدا بالنسبة الواحد مبتدأ تحب ولا تكره في الميدان وانكنيت ووقتها ماهوش معروف. قال لي تعرفت عن القتل وناعرفنا عنه. قال لي راي منحبش تعليق بين ظفرين وقتها متعتون السبعة. حب تعليق. حاجة جديدة. فيه آآ مفردات فرنسية زيدة خاطر أحد. احنا وقتها توجه متاع القناة مغاربي. بالتالي ممكن حتى في لهجتنا إذا يلقاه صعوبات. ما شا صدناك عالية سؤالة ذايا بعض. اي. اه. اه. دونك كنت توجه مغاربي. قعدت اليوم تخلت نذكر كيما كيما تو. دخلني البوث. عالت حط لي ماتش اليوم مارسي تروازة دوفة في الويكاند اللي قبل لحنا سيتامار دي يظهر لي. ام. تخلوا علقت على على المباراة. مم با على دي منوت قال لي بالجمعان. عشرة دقائق. قال لي بالجمعان. ام. قلت له راي منزل عشرة كيما تو عندي تورناج. معنى ديمانش دابري. اه. القروين والملعب التونسي. المعاحنا بعض معنى. قلت له راي من نجمش نجي لازم نطلب لذن. ولو ما عنديش عقد وقته مكتعرف العقول متاع. هذي مشكلة اخرى. اللي التوى مستمر حكيت عقد صحفين مع مع التلفزيونيات خاصة الخاصة. اللي ذعت من عرش وضعيتهم. بالضبطة ما عندي فكرة على التلفز. فام وفام. اي واضح. دونك اه. قال لي بيش تبدأ معانا. قلت له وقتاش. قال لي بعض غدوة برا نخذينا دروة متاع اوزيبيوكا بي في مباراة بن في كاميلون. بش تعلقت يوسيمير السليم. بعد غدوة. بعد غدوة. خرجت مزيد كي خرجت مبير وكلام كمونير مسلم بار كوريكسيون. خط له راي الصورة كاذو كذيرا جيتني فرصة كمع قناة نسمة. وراو بش نغطي واحدات كبيرة. كبيرة. اللي كنت انا معنى مع احتراماتي معنى نغطي في بطولة التونسية. بش نوك اروحي نعلق على مباريات كبيرة في نجوم كبار اللي كنت نحلم بش مش بش نعلق عليهم حتى بش ن اتفرش فيهم بساعات معنى. دق او يرحم والديه وقتة مونير كان متفهم. قال يا ربي عينك وانا بالعكس نفرح لك. وقاعد حتى متابعني انبعد من خلال التليفونيات وكل في البدايات. وفي اكتي في مو بديد بعد بنوتين علقت اولة ليلة كانت من خلال المباراة بن فيكة. او ميلون. ومبعد بديت سلسلة بتاع مباراة كبيرة خطر او نسما وقتها اسليم من عرش كانت تذكر. اي اخذيت حقوق وقتها تلفزيونات الاندية الكبيرة كما بارسلون وتشيلسي وماشيست من امام على اربعة مقابلات اذا مش الدبل. ومرسيليا كنا ناخده مباشرة. كنت انا ومهدي كتون مرة مرة كنا نعلقه على مباريات مرسيليا اللي كانت مباشرة وقتها. ومباريات تشامبينز ليك بالاضافة البطلات المحلية. بالتالي كان تجربة حلوة برشا. اللي من بعد استمرت من خلال زاد اقتناء حقوق الرابطة المحترفة الاولى. وبعض مباريات الادوار تمهيدية. السيابي الشهير اهد. اهي سيابي سياسس السيابي سياسيس استوديو انا ليعلق عليه وقتا يظهر لي مزوقي زياد المزوقي كان زياد الزوغي. كان كان معانا هو سامير ومساكن باربو كله كله. شوك شو قاعد لكم التجربة متع اسمه بدية? والله كلشيي حلو ما نكذبش عليك. الحقيقة طوا واحد اي 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 توا بعد هكي سنين. بالنسبة لييانا معناها الفرصة ليعطيهانا وقتنا بالقروي كاكا كديجون مانيش نحكي علييانا برك معنى انا مهدي كتو محجوب الهمامي يا ربي يرحمه الله يرحمه برشة ولاد اخرين كانوا معانا انور فتناسي الموجود مزل في البيين توا كانت مجموعة كبيرة متاع ولاد صغار اللي كنا محاطين زادة بناس بهين منهم شيه برويسي اللي كان هو وقت المنتج متاع البرامج الرياضية وقيسر قيز اللي كان رئيس قسم الرياضة ينصح التعبير في الفترة هذيك يعني كان جونا فاميليال عائلي معنى حتى مع علاقات بيها كانت بنات ممتازة جدا ممتازة جدا معنى يلقينا شكونا عاوننا في الديبيو عملنا تغتيات كبيرة برشة نتذكر ناس الهوند عملنا كان دوميل ديس اللي هذيتها تونس في مصر بالذات صحيح ولي حتى الفتيات وقتها يذور يوصلوا فينال خسرنا مع انجولا وعملنا بلاتويت وستوديويت كبيرة استضرفنا فيها نجوم كبار كما جاكسون ريشاردسون في الهوندبول كما الحاجي ديوف في الفوتبول ونجوم الكرة المغاربية لكل تقريبا من ربح سعدين اليوسف الزواوي وقتها من تونس وسامير بيانسور وجهاد الجزيري وسليم شبوب وقتها زادة كان حاضر في استوديويت والتغطية متاع الكان وكان وقتها يذوري رئيس لجنة المنظمة الأولمبية ليه كان رئيس لجنة الأولمبية كان غاء كان أنجولا وعشرة ومبعد عملنا حتى اليناف كيس الينافلي ولا اسمها يناف نسمة كاب لانو نسمة جايكم بديع ضغوطات كان تعدي هيدا ونحي هيدا لا جملة بالعكس خلصتا نقبل معنا من نظام نقديم معنا قبل قبل في السورة واحد انا قلتها ونعودها رأيه ونبيل القروي تاو انا آآ معناها واحد كيفاش قولوها آآ آآ او كراش با دون لسوب والراجل معنا يعطانا فرصة كبيرة برشة بالنسبة لي انا احسن مدير لقناة التلفازية خاصة في اللي في اللي ريتهم انا وفي اللي اسمعتوا انا هو نبيل القروي نبيل القروي تقعد معاها تقول له نحب نجيب آآ من عرس مارادونا يقول لك معاك يعمل مستحيل بشي حتى ما يجيب لكش مارادونا يجيب لك كان يجي. فهمت معانيه اش حبيت ما نقول لك معانيه وكان يمن. اي صحات تجيه تليفونيات بالله هنا حينما تعدي الناس. لا لا الحقيقة لا. والله الحقيقة لا. بالعكس وخطر ما تنسيش ليحنا وقتها توجهنا مغاربة. بالتالي السوق كانت كبيرة. ما كناش مركزين فقط على تغطية الكرة المحلية. معاني كانت تزير حاضرة الدوري الجزائري الدوري المغربي. كانت حتى وقتها عملنا تجارب متع سياة تيفي اللي مكتبش انها بش تكتمل وقتها لاسباب سياسية. وقتها ترجي حابت تعمل زادة بالاتفاق مع حنباعل كيف كيف تراجي تيفي. شنو وسائل كيفش اسباب سياسية؟ والله ما نعرفش وقتها قال وقتها انا من المشاكل لانه شكون بش يبدأ قبل تراجي تيفي ولا سياة تيفي. وقتها نسمى بش تحت اذن سياة تيفي. وتراجي بش تكون على حنباعل. لاسباب سياسية انا نجهلها. لا بالضبطة منذكروا قفو. وحن خدمنا معنى فاما تقارير وقتها كان مسؤول حتى على البروجيه هذي. وقتها ثنائي ويل توكيبري ومحجوب الهمامي هما اللي كانوا يحاضروا في السياة تيفي. وكانت بش تطلعوا. واخدمنا مولدية تيفي اللي هي مولدية الجزائر. ولي خدمتها زوجتي بمناسبة جزائرية هي نحييرها. دونك كانت فاما برشة تجارب ثارية وعملنا برشة حاجات حلوين ممكن ممكنة. اللي كان جيل الفيسبوك والتويتر والاستاغرام موجودين في الوقت هذيك كيما الحالتاوهما كانوا موجودين موش نفس موش بنفس الزخم. كانوا ربما تقعد لنا صور وذكريات ممكن نسترجعوهم. ايه طاو حتى بنكتب على اليوتيوب ولا جوجل بديع بنجمع في نسمة ما قليل الفيديوات اللي دقائهم. ما فاماش برشة. قبل كانت فاما السيت بتاع نسمة اللي تغير بالكامل. قبل كانت توت لي زي ميسيون ولي ماتش دو فوتبول كانوا يطلقاهم ساجلين ويتعاودوا على العسيت. ما كانش فاما ثقافة اليوتيوب والفيسبوك بالزخم هاد. التحاول بين سبور كيف يجيه؟ والله كيف كيف صدفة والله صدفة. ما تسعاش وحدها تجيه؟ لا مش ما تسعاش لا بش نقولك ما سعيتش مش ما سعيتش. اما ما خدمتش عليها بالحق ما خدمتش عليها معانا صدفة وقتها بليل سبقني. طلبني قال لي ما تحبش تخلط علينا للجزيرة. قلتش ناخلة نعمل انا في بالي وقتها. معنا يا بلالالالويني اسباب في دخلك الاعلام. اي لا لا كان من الناس اللي اللي عنده دور كبير وفضل كبير في الكريير اللي عملتها. يا اخي منعرش علي حكاية يظهر لي مرة معي شامل خلسي. قالوا فما تفل شوفوا في في نسمة تفرش فيه. يا اخي بعد شهرين نلقى تليفون طلبني شامل خلسي في تونس. قال لي لازمنا نتقابله تقابلنا. قال لي يجيب لي قرص في هل الخدم اللي خدمتهم. ما انتي خاطر ما كتعرف حنا نحكيو بالدرجة لهنا. هما غاديك كيبش تطلع بالعربية الفصحة. اي. فما بفرق. هذا سؤالي انا بجيزا سألهولي حاط في الانستغرام. اه من صوفوين هو اللي سأله. كيفاش تأقلمت معنا. هاني نحكي بالدرجة تاو تاو. ونجم نقلب لك عربية فصحة. كنتو تحكيو برشة فرنسية في نسمة للفصحة. صعيبة ولاي كيفاش كانت. صعيبة ماني قلت لك عد كنت نكتب هنا. قلت لك بديد بالكتابات. بالكتابات نكتب بالعربية الفصحة. معنى جرمان لي يكتب مليح. يتكلم مليح. وانا نعتقد لي نكتب نسبيا باهي شوية باهي. معنى. نورمال ما عندوش مشكلة دي في كل تلك. هو في سؤاله وبديع. يتذكر فازا سارت انت عبلك مع عبد الكريمبيرا. في على كنفرنس دو بخيس. حاجة ما قيتاش بالعربية. هذكا كان اول استوديو على فكرة. اه اول استوديو. اول استوديو تحليلي معايا عبد الكريمبيرا. وكان معايا مولد مذكر من المغرب. مباراة المغرب الفاسي. ومولدية الجزاء. اه وسمحني. كانت الجولة الاولى في دور المجموعات في كاس الافريقية. كان اول استوديو لي. اه. ومنحكي لكش عالتراك. تراك رهيب 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 جدا خطر. خطر غادي كي تدخل. مش كي ما في تونس لو احنا كي كنا في نسمة. مثلا جودي نبورتكوال اسلام. يخدم معانا اليوم اول استوديو معاه. تلقانا اربع خمسة في الريجيم. تاجعوا فيه. وفي لورييل. وضع فيه. يا ودي كي جيت قالوا لي عندك. بعثوا لي ساعة باريمايل. عندك مباراة كذا وكذا. نهار ثمانية سبتمبر. نتذكرها. 2011. حضرت هنا مباراة. كي ما نحضر في تونس. بيانسو. حضرت الستوديو بتاعي. كي وصلت القناة. قالوا لي لقال وري يضري ناين وقتها التسعة او لا. مشيت في بالي بش نلقات. بروديوسر جاني. المعد. اعطاني ورقة. رانيك اردر. يعني الكونجيك اردر. يعني الكونجيك اردر. متاع الحسة. متاع الاستوديو التحليلي. اه هاو كذا. يعني تقرير فلانيت كذا. معني اعطاني تفسير. للكونجيك تور. شنوه عنا تقارير. وشنوه معناها الووويت. يعني الصورة اللي بش نمروها. ولي بش نسألو على اللاعبين والمدرب وكذا. وكل. وتفاصيل متاع تغطية متاع المباراة هذيك. ومشي على روحه. هاك هاو تبدأ تقارير ما عندك كونتاكت كيم بالمخرج. رغم اللي عندك اكسبريرونس. مش كيم مش كيم كيف تقديم في نسمة اللي تمشي لغاد البيين. قلت يشدك تراك كبير معنا. اي اي اي. اولا ساعة اسم القناة تحب ولا تكره. وقتها مش البيين وقتها الجزيرة الرياضية. ولي وقتها حلم اي اي واحد في الاعلام الرياضي. انه يكون في يوم من الايام يطلع على ششة الجزيرة الرياضية. ثم تلقى روحك. ارزموه نلقى روحي في حاجة نمتريزيها. التراك هذيك اغزر نهارتلي تنحها التراك نبطلوها الخدمة. معاش نقص بحطر التراك ديما لابده موجود. اما اما الحاجة اللي ساعدتني انه. بقي تروحي دون لبان. جاي من قناة مغاربي. واول مباراة نغطيها دربي مغاربي بين مغرب الفاسي وشبيب القابيل. بالتالي. وعبدك المبيرة كنت لعد تعادة معانا قبل في نسمة. اما دونك نعرف الشخص وفمه شويه فيلينغ بيناتنا. دونك سهلي برش الخدمة. يمه تحب ولا تكره بيش تغير آآة لغة اللي تحكي بها في اللونتان. حبتلك فترة. معنى مش من اول مرة. سعيب. بيش بيش تكون حاضر مية بالمية بيش تحكي بللغة العربية الفوصحة. لكن بعدين بعد الاستوديو اللي والثاني ثالث. نقول لك بارتير من الخامس السادس ما عاش لقي تصعوبة. وبالعكس وليت ممكن نلقى صعوبة باش نلقى مفردات فرنسية ولا بالدرجة التوسية اكثر منو بالعربية. خطر زادة خدمت عليها بعدين خدمت 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 برشة معنى هان. اه نكتب حتى حاجات وليت نكتب حتى المقدمة اه متاعي ماك تعرف ساعات يجيك بلون. اه لابد المقدمة متاعك تكون اه على جنب اوك اوو ضيعت نجم نبدأ قاعد مع اسلام المدب. ونعرف اسلام المدب وصاحبي وكل يوم مرة فيه. ساعات يجيك بلون يذي عليك حتى اسم الشخص اللي قدامك معنى وهذا من وقتها وليت تعلمت اني الناتي كل شيء ونحط كل شيء فمت مكتوب. مازلنا مواصلين في الحوارة معك باديع الاخبار مع فتو تركو لك اخبار لهذا. نذكركم نتائج الجولة 14 للبطولة سليمين من هزمة قدام الاسبرانس في دقيقة 75 وياحة بليش هدف يسيل الخنيسة في دقيقة 15. سبعة وستين دقيقة لعب التعادل السلبي بين الانتحاد بن جردين ونجم المتلاوي دون اهداف اللي مقابل الفيرفة تبدأ لربع بين الكلوب وجي اسكا فادواء في الاخبار بعد مواصل.